في الفيديوهات السابقة من سلسلة التجارة الإلكترونية اتعرفنا على التجارة الإلكترونية وعرفنا من وين نيب المنتج وكيف نعرضه وكيف نوصله للعملاء وكيف نستلم فلوسنا وفي هذه الحلقة من السلسلة راح نتكلم عن النقطة الخامسة من النقاط الأساسية في التجارة الإلكترونية وهي الخدمات القانونية والإدارية هات قهوتك وتابعني على قنواتي في مواقع التواصل الظاهرة أمامك وتعال أبسطها لك السلام عليكم في كثير من الأحيان حتى تقدر تستلم فلوسك وخصوصا إذا كنت تبيع منتج عالمي مبس محلي فقط قد تحتاج إلى إثباتات قانونية عن شركتك إذا تسوق عن طريق موقعك وأيضا ممكن تحتاج إلى إثبات المواصفات القياسية للمنتج وبراءة الاختراع إذا لزم الأمر ولكن الأمر يختلف من دولة وأخرى فبادر بتجهيد المتطلبات القانونية إن لزم الأمر قبل الشروع في عرض منتجاتك ثانيا شيء مهم جدا وهو الضرائب على عمليات البيع عبر موقعك ودفعها إلى الدولة في الأوقات الصحيحة حسب اللواحي القانونية للدولة ويفضل توظيف محاسب مختص ليهتم بتلك الأمور عنك حتى لا تقع في خطأ يعرضك للمساءلة القانونية فيما بعد وثالثا الاهتمام بالإحصائيات والنتائج ويفضل التعامل مع الشركات والمواقع اللي تقدم خدمات المحاسبة المالية في هذا المجال وتعطيك دائما تقارير مفصلة عن نتائجك وأرباحك وتساعد هذه التقارير في رفع الجودة والاستهداف الصحيح للجمهور وتحسين الوضع الحالي وتجنب المشكلات الحين ومن خلال الخمس حلقات من بداية السلسلة عرضنا ما هي أساسيات التجارة الإلكترونية بكل جوانبها وفي الحلقات القادمة راح نعطيكم تفاصيل أكثر اتمكنكم من بدء مشروعكم في التجارة الإلكترونية وتحقيق الأرباح كان معاكم أخوكم خليفة اشتركوا في القناة